مع ما حظيت به زيارة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني للعاصمة الامريكية واشنطن من توقيت زمني مهم تزامنا مع الأحداث الجارية في المنطقة وفيما يعزز هدف رئيس الحكومة بصناعة معادلة التهديئة حظيت كذلك الزيارة في الأوساط السياسية والبرلمانية بثقة كبيرة للهدف الأساسي المتمثلي بالانتقال بالعلاقة بين البلدين لمرحلة جديدة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بما يتماشى مع البرنامج الحكومي وما يتضمنه من إصلاحات اقتصادية برلمانيون أكدوا أن رئيس الوزراء يتطلع بجدية لخلق توازن في السياسة الخارجية للعراق بما يصب بمصلحة الدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني كذلك ما أكده نواب بالدور المحوري الذي يلعبه العراق في المنطقة كصمام أمان بالإضافة إلى ترقب توقيع عقود مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز سبل الاستثمار الأجنبي حجم الثقة والتعويل على نتائج الزيارة يتسع صداه بين الأوساط السياسية بما يرسم تفاؤلا واضحا بانتقالة نحو مرحلة جديدة من العلاقات وهو ما يكشف عن رغبة عراقية حقيقية في إنعاش الاقتصاد وعودة الاستقرار لسعر الدينار وهذا بدوره يؤكد خبراء أنه يصب في تحقيق هداف البرنامج الحكومي سيما الجوانب العسكرية والاستثمارية ومجالات التنمية والتعليم والتكنولوجيا وضمان خطوة البداية للانطلاق نحو تعاون عربي وعالمي يعيد العراق إلى مكانته الطبيعية بين الدول